أهلاً بحراتكم، أنا دكتور طريق عزيز، أستاذ أمراض القلب في معهد القلب القومي في القاهرة الكلمة بس نفذة كده صغيرة بالنسبة للموضوع العصر في الوقت الكورونا وإزاي نتجنبها وعلاقتها بالقلب يعني فهي الكورونا، طبعاً الوقاية أهم من العلاج فالوقاية أننا، الناس كلها تلبس مسكات، أنا نلاحظ الفترة دي الناس التي تتقلل في لبس المسكات والبعد عن الزحام، هناك مسافة بين كل واحد والتاني خصوصاً في المدارس، ونحن في دخلة المدارس القريبة وكمان التهوية الجيدة، لازم المكان يكون فيه تهوية كويسة جداً لا يبيع مكان مغلق، لا يوجد أي تهوية ثلاث حاجات دول هم دول أهم حاجة في الوقاية من حدوث الإصابة بالكورونا من مريض بالنسبة لو في المدرسة مثلاً أو لو حد اصاب بالكورونا، طبعاً لازم لا يروحش البيت ويعزل نفسه لا يروحش المدرسة أو يروحش الشغل ويعزل نفسه ويتابع مع الدكتور طبعاً والكورونا ويتأثر على القلب في أنها تعمل التهاب في الجسم كله خصوصاً في الرئة وكما في المرحلة الثانية منها تأثر على القلب وممكن تعمل ارتشاح حول القلب، تعمل التهاب في علاقة القلب والتهاب في علاقة القلب خطر جداً ومميت ممكن يعمل خلل في ضربات القلب خطير وممكن يعمل الموت مفاجئ فعلاجه يبقى صعب قليلاً ويجب أن يكون في المستشفى طبعاً يجب أن يروح المستشفى وفيه أدوية دلوقتي، سيكون لدينا خبرة هيلة جداً في المستشفىات العزلة ومستشفىات الحميات في علاج الكورونا خدنا خبرة جمدة جداً ومن أحسن الناس وقوائل الناس يستعملنا الأدوية البروتوكول وهم أشهدوا حتى في أمريكا، في مصر أهم شيء في الكورونا، لو حد شك أنه عنده بداية أعراض سخونة أو كحة سواء نشفى أو كرش هذه نفس، يجب على طول أن يذهب للدكتور ويكشف وإذا طلب منه التحليل يحلل ويتعزل يقعد في البيت لكي يكون هذا وقايا له بدلاً أن يذهب على مرحلة تأثيره وعلى القلب لأن تأثيرها قلب ليس كويس ونتمنى السلامة للجميع